بعد تربس دام أربعة أيام ببريتوريا تنقلت الجمعة التشكيلة الوطنية من جوهانسبورغ إلى مدينة ماسيرو لمواجهة منتخب لزوتو يوم الأحد على ملعب سيسوتو بماسيرو تربس المنتخب الوطني ببريتوريا اختتم بعد حصة صباح الجمعة من دون أي إصابات للاعبي المنتخب الوطني بعدما شفي محرز من الإصابة وتأكد مجاني أنه في صحة جيدة فضلا عن صحة بقية اللاعبين من دون استثناء النخب الوطني في الحصة ما قبل الأخير ببريتوريا برمج مباراة تطبيقية من أجل القيام بعمل فني وتكتيكي لتجهيز أشباله لمباراة الأحد وفضل غوركوف أن تكون مغلقة لتجريب التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة لزوتو التشكيلة الأساسية التي جربها غوركوف لم تحمل الجديد في خط الدفاع حيث جدد الثقة في دوخة كحارس أساسي وكل من زفان وغلام كظاهرين بينما وضع في المحور كل من مندي ومجاني هذا وجدد غوركوف ثقته في كل من طايدر ولعب لوريون مسلوب في التشكيلة الأساسية في ظل غياب طالب واعتزال الأحسن وبعد تعافي مهاجم لستر سيتي رياض محرز من الإصابة التي تعرض لها في الحصص الأولى جربه التقاني الفرنسي في الرواق الأيسار كما اعتمد على سوداني إبراهيمي وسليماني كرأس حربة التشكيلة التي من المحتمل أن يعتمد عليها غوركوف خلال مباراة لزوتو لم تحمل أسماء محلية سوى الحارس دوخة لكن الأمر الذي أثار دهشة الجمهور الجزائري هو الصور التي تدولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشرت صورا تظهر التفرق بين المحترفين والمحليين وهو ما يعني عدم اندماجهم داخل المجموعة ليبقى يوم الأحد هو موعد الحسم في ثاني جولة ورغم أهمية العودة بالفوز من مصير إلا أن منتخب لزوت المصنف في المرتبة الثامنة والعشرين بعد المئة ليس بالمعيار الحقيقي للخضر موسيقى